بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء العاشر من الدرس السابع Part 10 Chapter 7 بعنوان Application 1 Isometric سوف نواصل مع التمرين التطبيق الأول وهنا السؤال هو رسم الـ Isometric المنظور هذا الـ Elevation بتاعنا وهذا الـ Plan هنعتمد عليهم عشان إيه؟ عشان نرسم المنظور بتاعنا بعد ما نحدد نقطة البداية وشرحنا في محاضرات سابقة ازاي نحدد نقطة البداية هنرسم خط هنا طوله كم؟ هنا عندي طول الـ Elevation أو عرض الـ Elevation 150 هنشيل منها كم؟ هنشيل منها 10 اللي هي الـ R بتاع القوس ده يعني تبقى كم؟ تبقى 140 يعني الخط هذا طوله كم؟ طوله 140 في اتجاه إيه؟ في اتجاه الـ X نذكر هنا هذا الاتجاه بتاع الـ X هذا الاتجاه بتاع الـ Y وده الاتجاه بتاع الزد يعني هنا رحنا في اتجاه الـ X كم؟ 140 ملي متر بعدها هنروح في اتجاه الـ Y كده مسافة كم؟ هذا الخط بتاعنا اللي هنرسمه اللي هو طوله كم؟ قلنا الارتفاع هذا الكل ستة وسبعين هنشيل منه عشرة ليه عشرة؟ لأنه هذي R خمسة مع خمسة يساوي عشرة يتبقى كم؟ يتبقى ستة وستين نقسمه على اتنين بيعطينا ثلاثة وثلاثين يعني الخط هذا طوله ثلاثة وثلاثين وده طوله A ثلاثة وثلاثين يعني الخط هذا طوله ثلاثة وثلاثين ملي متر هنطرك فراغ مقدار كم؟ مقدار هذا الفراغ اللي هو عشرة ملي متر ونرسم خط طوله ثلاثة وثلاثين اللي هو الخط ده بعدها هنرتفع من هنا مسافة كم؟ اللي هو بيمثل ايه؟ بيمثل الخط اللي هنا قلنا طوله الخط ده في المحاضرة السابقة طوله عشرين ملي متر ليه عشرين؟ لأنه هذي خمسة واربعين هذي خمسة وعشرين المسافة دي تبقى ايه؟ تبقى عشرين ارتفعنا عشرين ملي متر من هنا بعدها هنرتفع من هنا مسافة كم؟ هنرتفع مسافة خمسة وعشرين ليه؟ لأنه هذا بيمثل ايه؟ بيمثل خط اللي هنا اللي هو طوله كم؟ طوله خمسة وعشرين ملي متر نفس الشيء هنرتفع من هنا خمسة وعشرين ملي متر ومن ناحية التانية هنرتفع عشرين زي الخط ده بعدها هنرجع وراء مسافة مية واربعين نفس الخط اللي تحت نفس الطول مية واربعين نرجع من هنا مسافة خمسة ملي متر اللي هو الخط هذا خمسة ملي متر ونرجع وراء مسافة كم؟ هذه كلها المسافة خمسين هنشيل منها كم؟ هنشيل منها عشر اللي هي الار تبقى أربعين يعني هنرجع وراء كده أربعين بعدها هنرتفع من هنا مسافة كم؟ مسافة خمسة وعشرين اللي هي هذه المسافة المسافة خمسة وعشرين وهارجع وراء نفس المسافة بتاع الخط ده هرجع وراء بنفس المسافة أروح في الاتجاه هذا المفروض مسافة كم؟ بمثلنا هذه المسافة بتاعنا اللي هي كم اللي هي عشرة جبناها ازاي عشرة؟ هذه كلها أربع واربعين دي كلها أربع وستين أربع وستين نشيل أربع واربعين باقي عشرين على اتنين عشرة مليمتر رحنا عشرة مليمتر في اتجاه ايه؟ في اتجاه الواي بعدها هنرجع وراء عشان نرسم ايه؟ عشان نرسم الخط هذا خط هذا طوله كم؟ هذه كلها أربعين نشيل منها العشرة اللي هي الار تبقى ايه؟ تبقى ثلاثين يعني الخط هذا طوله كم؟ طوله ثلاثين مليمتر هنزل تحت مقدار كم؟ هذا الخط هو المفروض بمثل ايه؟ بمثل خط ده اللي هو طوله كم اللي طوله عشرين مليمتر نزلنا عشرين وقفلنا الخط بتاعنا هنا بعدها على زاوية ثلاثين في اتجاه الـ X أرسم الخط بتاعي ده من هنا كمان هاروح مسافة كم؟ هذا الخط هو بمثل هذا الخط اللي طوله كم؟ طوله ايه؟ طوله خمسة وعشرين هارجع وراء هنا بنفس المسافة بتاع الخط ده في اتجاه الـ Y وأرسم في اتجاه الـ X بنفس البعد بتاع الخط ده هذا الخط ارتفع فوق في اتجاه Z وأرسم بنفس البعد بتاع الخط ده هذا الخط بتاعنا بعدها أروح كده في اتجاه الـ X بنفس المسافة بتاع الخط ده أرجع وراء هنا بنفس المسافة أنزل تحت بنفس المسافة بتاع الخط هذا وبعدها أقفل الخطين ببعض وأخذ الزاوية 30 في اتجاه X عشان أرسم الخط الصغير ده أروح في الاتجاه هذا اللي هو اتجاه X عشان أرسم نفس الخط هذا هنا أرسم جزء من إليبس ال-R بتاعه كم ال-R بتاعه إيه هذا المفروض جزء من دايرة هيصبح إيه هذا جزء من دايرة هيصبح إيه هيصبح جزء من إليبس ال-R بتاعه هنا كم هي العشرة مشوفنا في محاضرات سابقة باعتماد الفور سنتر مثل إزاي نرسم جزء من إليبس بنفس الطريقة هنا كمان ال-R بتاعي عشرة وأرسم جزء من الإليبس أوصل النقطتين ببعض هذا الخط بتاعي نفس الشيء هنا هرسم جزء من إليبس ال-R بتاعه عشرة هنا كمان جزء من إليبس ال-R بتاعه عشرة وأوصل الخطين ببعض كده هنا هرسم خط طوله من هنا لهنا طوله كم؟ طوله 140 نفس الطول بتاع الخط هذا ولكن فيه جزء مخفي بسبب هذا الشكل أرسم هنا جزء من إليبس ال-R بتاعه عشرة هي ال-R d من ناحية التانية كمان أرسم جزء من إليبس ال-R بتاعه عشرة اللي هي هنا أعمل إزاحة للجزء ده تحت مسافة كم؟ مسافة 20 وشفنا في محاضرات سابقة زي نعمل إزاحة بتاع جزء من الإليبس وبعدها أرسم الخط هذا اللي هو تماس للإليبس بتاعنا أجي هنا في الوسط وأرسم المحور ده اللي هو هذا المحور وأبتعد هنا مسافة قلنا كم؟ مسافة 30 عشان أرسم هذا المحور الموازي لـ A موازي للـ Y وبعدها أبتعد مسافة كم؟ مسافة 40 وأرسم المحور الثاني كمان موازي للـ Y هنا أبتعد مسافة كم؟ مسافة المفروض 10 ليه؟ لأنه هنا عندنا ال-R كم؟ 10 وأرسم خط موازي لـ A موازي لـ X هذه ال-X بتاعنا نفس الشيء من ناحية التانية وهنا أرسم جزء من إليبس ال-R بتاعه 10 هذه العشرة بتاعي وأرسم الجزء الثاني عشان أكمل الشكل يعني الشكل ده بمثل ايه المفروض هذا الجزء بتاعيه؟ بمثل نص الدائرة ده دي هو موجود في البلان بعدها أرسم جزء من إليبس هنا وجزء من إليبس من ناحية التانية هابتعد مسافة 5 ملي متر وأرسم خط اللي هو بمثله بمثل الخط ده وأرسم الجزء بتاع الإليبس اللي هو ال-R بتاعه 5 هنزل تحت مسافة 5 ملي متر وأرسم الخط هذا وبعدها أرسم إيه؟ الجزء بالإليبس ده اللي يمثل إيه؟ اللي يمثل هذا القوس باقي حاجات بسيطة في المنظور بتاعنا هنا أرسم جزء من إليبس اللي هو بمثل ايه؟ بمثل الجزء ده ال-R بتاعه 10 ال-R D هي نفسها D اللي هي 10 ملي متر وأرسم خط موازي ال-A موازي ال-Y عشان أجفل الشكل بتاعي هنا كمان جزء من إليبس ال-R بتاعه 5 باقي إيه؟ باقي هذا الإليبس المفروض إزاي نتحصل عليه بنعمل إزاحة للإليبس ده تحت كم المسافة هذه المفروض هي المسافة دي اللي هي 25 وبعدها نوصل الأجزاء بتاع الإليبس ببعضها وكده خلصنا إيه؟ الأي زومتريك بتاعنا باقي بس هذا الخط نسيناه لازم نوصله وعشان يظهر الشكل الكامل بتاع المنظور بتاعنا نأكد على الخط ده ما ننساها اللي هو على زاوية 30 في اتجاه ال-X ترجمة نانسي قنقر